اشتركوا في القناة ونالت الموافقة الرسمية للحصول على خدمات المدير الفني الحسين عموتة وسيعود الحسين عموتة للوداد الرياضي للمرة الثانية بعدما قاد الفريق للفوز بدور أبطال إفريقيا سنة 2017 كما حصد لقب البطولة يأتي هذا القرار مثل ما علمنا بعد أن اجتمعت رغبة كافة الأطراف في إعادة إحياء ارتباط عموتة بالوداد إذ يجسد هذا رغبة النادي وأنصاره والمدرب عموتة نفسه ولا يمانئ عموتة في العودة لتدريب الوداد الرياضي مجتاز كافة خلافاته السابقة مع الرئيس النادي سعيد الناصري والذي انتهى بكسب نزاعه المالي معاه بهيئة التحكيم الرياضي السويسرية نهزت 600 ألف دولار وبحسب مصادر مطلعة فإن سبب رغبة عموتة في العودة للوداد هو شعوره بالملل وتكرار نفسه مع المنتخب المحلي الذي قاده للتسويج بلقب الشان بالكاميرون 2021 علاوة على شعور بنوع من الإحباط بسبب ابتعاده عن تدريب الأسود مثل ما خطط وبعد أن تلقى وعود من فوز القزع رئيس الجامعة الملكية بذلك في أكثر من مرة لكن في النهاية مالت الكفة لوليد الرقراغي كما يرغب عموتة في إعادة ما أقدم عليها الطاوسي رشيد والزاكي بادو بعدما تم منح تناء الترخيص من اتحاد الكرة بعدما كان مرتبيطين به ليتفرغا لتدريب الرجاء واتحاد طنجا ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر